السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الحال عشر علم وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الرابعة الدرس الثاني دوال القيمة المطلقة الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على الصيغة العامة لدالة القيمة المطلقة تمثيل دالة القيمة المطلقة باستخدام التحويلات الهندسية المقارنة بين المجال والمدى والقيم القصوى لدالة القيمة المطلقة المحولة مع الدالة الرئيسة تحدثنا في الدرس السابق عن دالة القيمة المطلقة F of X equals Absolute Value of X وتعرفنا على تمثيلها البياني وهو بالشكل التالي ولو سألتكم ما معادرة الدالة الناتجة عن الإزاحة وحدتين إلى اليمين ما رأيكم؟ أحسنتم نقوم بطرح 2 من X داخل القيمة المطلقة فنحصل على G of X equals Absolute Value of X minus 2 وبتحريك نقاط التمثيل البياني للدالة الرئيسة وحدتين إلى اليمين نحصل على التمثيل البياني للدالة G of X ولو أردنا إيجاد معادلة الدالة الناتجة عن التمدد الرئيسي بمعامل مقداره 2 ما هي المعادلة الناتجة؟ صحيح نقوم بضرب F of X بمعامل مقداره 2 فنحصل على G of X equals 2 times Absolute Value of X وتمثيلها البياني ينتج بضرب الأحداثي Y في كل نقطة من نقاط الدالة الرئيسة ب2 فنقطة هنا كانت 2,2 فأصبحت 2,4 وهكذلك بقية النقاط ما معادلة الدالة الناتجة عن الانرنكاس حول المحور X؟ أحسنتم نعكس إشارة الدالة G of X فنحصل على H of X equals negative 2 times Absolute Value of X وتمثيلها البياني ينتج كالتالي فالدالة H of X هي عبارة عن تمدد رئسي بمعامل مقداره 2 ثم انعكاس حول المحور X نريد الآن إيجاد معادلة الدالة الناتجة عن الإزاحة أربع وحدات إلى اليسار كيف نحصل على هذه المعادلة؟ صحيح نقوم بإضافة 4 إلى X داخل القيمة المطلقة فنحصل على G of X equals Absolute Value of X plus 4 تمثيلها البياني ينتج بإزاحة الدالة F of X إلى اليسار مقدار أربع وحدات ولو أردنا أيضا إيجاد معادلة الدالة الناتجة عن تضيق رئسي بمعامل مقداره 1 quarter كيف نحصل على هذه المعادلة؟ أحسنتم نقوم بضرب الدالة G of X ب1 quarter فنحصل على H of X equals 1 quarter times Absolute Value of X plus 4 تمثيلها البياني ينتج بضرب الإحداثي Y في نقاط الدالة G of X ب1 quarter فالنقطة هنا كانت 0,4 أصبحت 0,1 وهكذا ما معادلة الدالة الناتجة عن الإزاحة للأسفل بمقدار وحدتين؟ صحيح نحصل عليها بطرح 2 من الدالة H of X فنحصل على دالة جديدة K of X equals 1 quarter times Absolute Value of X plus 4 minus 2 تمثيلها البياني هو التالي هذه الدالة الناتجة هي عبارة عن إزاحة لليسار بمقدار أربع وحدات ثم تضيق رأسي بمعامل 1 quarter ثم إزاحة للأسفل بمقدار وحدتين نستطيع من خلال ما سبق أن نستنتج الصيغة العامة لدالة القيمة المطلقة وهي F of X equals A times Absolute Value of X minus H plus K حيث A و H و K هي عداد حقيقية ولكن ماذا تمثل هذه الأعداد؟ نبدأ بA إن A يمثل تمددا أو تضيقا رأسيا فإذا كانت إشارة A سالبة أي A less than zero فهذا يعني إنعكاس حول المحور X وإذا كانت قيمة A بالقيمة المطلقة أكبر من 1 أي Absolute Value of A greater than 1 هذا يعني تمدد الرأسي بمعامل مقداره A بينما لو كانت قيمة A بالقيمة المطلقة أصغر من 1 أي Absolute Value of A less than 1 فهذا يعني تضيق الرأسي بمعامل مقداره A وماذا عن H؟ إن H داخل القيمة المطلقة H يمثل إزاحة أفقية إما لليمين أو إلى اليسار وماذا عن K؟ صحيح K يمثل إزاحة رأسية للأعلى أو للأسفل فمن خلال هذه الصيغة العامة نستطيع أن نعرف التحويلات التي حولت الدالة الرئيسة Absolute Value of X وأيضا من خلال هذه الصيغة العامة نستطيع أن نحدد نقطة الرأس للدالة القيمة المطلقة حيث أن رأس التمثيل البياني يقع عند النقطة HK أي أن الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية يحددان موقع نقطة الرأس لدالة القيمة المطلقة المحولة لنأخذ الآن المثال الثاني صفحة 177 في كل مما يلي مثل بيانيا الدالة G of X مستعملا للتحويلات التي حولت التمثيل البياني للدالة F of X equals up to the value of X إلى التمثيل البياني للدالة G ما أوجه المقارنة بين المجال والمدى والقيم القصوى للدالة G والمجال والمدى والقيم القصوى للدالة F الحل نريد تمثيل الدالة G of X من خلال معرفة التحويلات التي حولت التمثيل البياني للدالة الرئيسة ولتمثيل الدالة الرئيسة كما أصبحتم تعلمون ننشئ جدولا ونختار قيما مناسبة لX فمثلا عندما X equals negative 2 نحصل على 2 وعندما X equals negative 1 نحصل على 1 وهكذا لبقية القيم نحدد هذه النقاط التي حصلنا عليها على شبكة المحاور الإحداثية ونبدأ بالنقطة negative 2 2 ثم negative 1 1 ونقطة الأصل 0 0 وأيضا 1 1 وأخيرا النقطة 2 2 نصل بين هذه النقاط فنحصل على التمثيل البياني للدالة الرئيسة الدالة المطلوبة هي G of X equals absolute value of X minus 4 minus 2 كيف يمكن لنا أن نعرف التحويلات التي حولت الدالة الرئيسة؟ أحسنتم من خلال الصيغة العامة للدالة القيمة المطلقة فنقارن الدالة G of X مع هذه الصيغة ما رأيكم؟ ما قيمة A هنا؟ صحيح إن A هنا equals 1 و H داخل القيمة المطلقة و K خارج القيمة المطلقة أي أن H equals 4 ماذا يمثل H؟ صحيح يمثل إزاحة لليمين بمقدار أربع وحدات وماذا عن K؟ نعم K equals negative 2 وهو يمثل إزاحة للأسفل بمقدار وحدتين ونبدأ بإزاحة نقاط الدالة الرئيسة أربع وحدات إلى اليمين ثم إزاحة للأسفل بمقدار وحدتين فنحصل على التمثيل البياني بالدالة G of X equals absolute value of X minus 4 minus 2 والمطلوب أيضا المقارنة بين المجال والمدى والقيم القصوى بين الدالتين ولنبدأ بالمجال الدالة F of X ما مجال هذه الدالة؟ أحسنتم المجال هو كل الأعداد الحقيقية ونكتب من negative infinity إلى infinity وماذا عن مجال الدالة G of X؟ صحيح كل الأعداد الحقيقية فنكتب من negative infinity إلى infinity ما هو مدى الدالة الرئيسة؟ نعم من zero إلى المالة النهاية فنكتب من zero بقوس مغلق إلى infinity فما مدى الدالة G of X؟ ما رأيكم؟ صحيح من أقل قيمة على المحور Y إلى أعلى قيمة للدالة أي من negative 2 بقوس مغلق إلى infinity ننتقل الآن لدراسة التناقص والتزايد للدالتين ما فترة التناقص للدالة F؟ نلاحظ أنه كلما ازدادت قيم X إلى الصفر فإن قيمة Y تتناقص بالمقابل فالتالي توجد فترة التناقص من negative infinity إلى zero بقوس مغلق وماذا عن الدالة G of X؟ ماذا تلاحظون؟ نعم كلما ازدادت قيم X إلى 4 فإن قيمة Y تتناقص فنكتب فترة التناقص من negative infinity إلى 4 بقوس مغلق وهل توجد فترات التزايد للدالتين؟ أحسنتم فكلما ازدادت قيم X من zero إلى المال نهاية فإن قيمة Y تتزايد وبالتالي التزايد من zero بقوس مغلق إلى infinity وماذا عن الدالة G of X؟ صحيح كلما ازدادت قيم X من 4 إلى المال نهاية فإن قيمة Y تتزايد أيضا وبالتالي فترة التزايد للدالة G of X من 4 بقوس مغلق إلى infinity هل توجد قيمة من قصوى للدالة الرئيسة؟ أحسنتم توجد قيمة صغرى عند نقطة الرأس zero zero وماذا عن الدالة G of X؟ صحيح أيضا قيمة صغرى عند نقطة الرأس four negative two ننتقل الآن للجزء B نريد أن نمثل الدالة G of X equals absolute value of X plus 5 plus 1 من خلال التحويلات التي حولت الدالة الرئيسة أيضا وكما فعلنا في الجزء A لمعرفة التحويلات التي حولت الدالة الرئيسة نقارنها بالصيغة العامة لدالة القيمة المطلقة ولكن نكتب أولا الدالة G of X كما يلي G of X equals absolute value of X minus negative 5 plus 1 وذلك لنقارنها بالصيغة العامة لدالة القيمة المطلقة ما قيمة A في هذه الدالة؟ أحسنتم A equals 1 وH داخل القيمة المطلقة negative 5 وK 1 ونكتب H equals negative 5 ماذا يمثل H؟ أحسنتم إزاحة للإسار بمقدار خمس وحدات وK equals 1 نعم وهو يمثل إزاحة للأعلى بمقدار وحدة واحدة وبإزاحة نقاط الدالة الرئيسة خمس وحدات للإسار ثم وحدة واحدة للأعلى فنحصل على التمثيل البياني للدالة G of X equals absolute value of X plus 5 plus 1 ونقارن الآن بين خصائص الدلتين ما مجال الدالة F of X؟ أحسنتم كل الأعداد الحقيقية من negative infinity إلى infinity وماذا عن الدالة G of X؟ نعم أيضا كل الأعداد الحقيقية من negative infinity إلى infinity ما هو مدى الدالة الرئيسة؟ نعم المدى من zero بقوس مغلق إلى infinity وما مدى الدالة G of X؟ أحسنتم من one إلى المال نهاية ونكتب من one بقوس مغلق إلى infinity ما فترت التناقص للدالة الرئيسة؟ صحيح قلنا أنه كلما ازدادت قيم X إلى zero فإن قيم Y تتناقص بالمقابل أي من negative infinity إلى zero بقوس مغلق وما رضا عن الدالة G of X؟ نعم كلما ازدادت قيم X إلى negative 5 فإن قيم Y تتناقص أي من negative infinity إلى negative 5 بقوس مغلق ما فترة التزايد للدالة الرئيسة؟ نعم كلما ازدادت قيم X من zero إلى المال نهاية فإن قيم Y تتزايد أي من zero بقوس مغلق إلى infinity ماذا عن الدالة G of X؟ أحسنتم كلما ازدادت قيم X من negative 5 إلى المال نهاية فإن قيم Y تتزايد أي فترة التزايد من negative 5 بقوس مغلق إلى infinity ما القيم القصوى للدالة الرئيسة؟ نعم قيمة صغرى عند نقطة الرئيس zero zero وماذا عن الدالة G of X؟ ما القيم القصوى لهذه الدالة؟ أحسنتم توجد قيمة صغرى عند نقطة الرئيس negative 5 one حاول أن تحل التمرين العاشر صفحة 185 مثل بيانينا الدالة المعطى مستعملا التحويلات التي حولت التمثيل البياني للدالة الرئيسة F of X equals absolute value of X إلى التمثيل البياني للدالة Y equals absolute value of X plus 2 plus 6 ما أوجه المقارنة بين المجال والمدى والقيم القصوى للدالة Y والمجال والمدى والقيم القصوى للدالة F والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو ثم حاول حل التدريب والآن قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك إلى هنا عزائنا الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وللقائي في درس جديد إن شاء الله